جهود الوساطة الأممية تراوح مكانها يأتي ذلك وسط أنباء تحدثت عن محادثات سرية غير واضحة الأفق يجريها مارتين غريفث مع الأطراف المعنية بمن فيهم الحوثيون عبر تقنية الاتصال المرئي وقبيل انعقاد جلسة المناقشات الدورية التي يعقدها مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط عام وفي اليمن بواجه خاص انصب جزء من جهد المبعوث الأمم على عقد مشاورات فئوية موسعة عبر تقنية الاتصال المرئي مع المئات من الناشطين اليمنيين ما دون الواحد والأربعين عاماً ثلثهم من النساء ومعظمهم يقع خارج دائرة التأثير في الفعلين السياسي والعسكري على الساحة اليمنية شكلت هذه الجولة التي انعقدت أوائل الأسبوع الماضي استمراراً للقاءة سياسية عالية المستوى كانت قد ضمت قبل عدة أسابيع ممثلين عن الأطراف السياسية الفاعلة والصدافها مكتب المبعوث الأممي في العاصمة الأردنية لكنها لم تسفر عن نتائج واضحة فيما يتصل بإمكانية تحريك خطة المبعوث الأممي بما يحقق أهداف الخطة المتمثلة في إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن التحرك اللافت الذي قام به المبعوث الأممي مستبقاً به إحاطته الدورية المقرر أن يقدمها أمام مجلس الأمن تمثل في إجراء اتصال مرئي مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله الذي تحتفظ بلاده بعلاقات جيدة مع أطراف الصراع اليمنية لكن مكتب الوزير العماني لم يعكس في بيانه الصحفي موقفاً عمانياً بعينه بل اكتفى بنقل شكر المبعوث الأممي للسلطنة على دعمها المتواصل لجهود السلام الأممية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني ما يفتأ السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون يطلق التصريحة المتفائلة التي تكشف عن دوره كراع أعلى لجهود المبعوث الأممي البريطانية الجنسية بحديثه عن أخبار طيبة في الطريق فيما يتصل بالمشاورات التي يجريها مارتين غريفث مع الحوتين على وجه الخصوص السفير آرون كان قد أكد في وقت سابق من الأسبوع المنصر أن مشاورات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث مع الحوثيين تحمل مناخاً إيجابياً وتتم في ظروف إيجابية لكن تصريحة كهذه لا تخفي بنظر المراقبين حقيقة التعقيدات التي تكتنف الوضع في اليمن في ظل تعدد مسارات واستحقاقة الحرب وتعدد أطراف هذه الحرب وهو وضع صممه التحالف السعود الإماراتي بعناية فائقة طيلة أكثر من خمسة أعوام من هذه الحرب